السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر جزء معانا في الدرس ده هو قصة سلسة الرحم دي قصة بسيطة هنقراها مع بعض توجه عمر لأمه وأخبرها بأنه لا يرغب في الذهاب معهم لزيارة أحد أقربائهم لأنه يشعر بالملل من هذه الزيارات وأنه يفضل البقاء في المنزل بمفرده يبقى العيلة بتاعت عمر مامته وأخواته كانوا رايحين يزوروا حد قريبهم فهو قال لمامته أنا مش حابب أروح معكم لأني بزهق من الزيارات دي بنقعد وقت طويل عند الناس فالأفضل إن أنا عايز أعود في البيت الوحدي انشغل عمر باللعب ومشاهدة التلفزيون بعد نزول الأسرة لكنه بدأ يشعر بالملل يبقى الأسرة سمعه كلامه ونزله من غيره فهو قاعد يلعب ويتفرج على تلفزيون وبعدين بدأ يحس إنه زهقان بدأ يشعر بالملل يعني زهق اتصل عمر بولدته وطلب منها العودة فأخبرته بأن البقاء بالمنزل كان اختياره يبقى عمر اتصل بمامته على تلفون وقال لها طب ممكن تيجي عشان تعادي معايا فقالت له لا أنا مش هقدر آجي لأن أنا بزور أرايبنا وإنت اللي اخترت تتعادي في البيت لوحدك طيب هي مامة عمر كانت بتزور أرايبها ليه أصلا عشان دي حاجة اسمها صلة الرحم وده عنوان الدرس إحنا لينا ناس أرايبنا الأب والأم والأخوات والخال والعم والجد والجدة وكل الأرايب بتوعنا الناس دول إحنا المفروض نوصلهم نوصلهم يعني نزورهم نجيب لهم هدايا نتصل نتطمن عليهم في المناسبات في الأعياد وهكذا ودي من الحاجات اللي ربنا أمرنا بها تعالوا نكمل القصة وفي الصباح أخبرته والدته بأن عمه فرح كثيرا بالزيارة لأنه يعيش بمفرده وكثيرا ما يشعر بالوحدة فقال عمر ليتني ذهبت معكم لكنني أشعر بالملل من تلك الزيارات فأنا لا أجد فيها من يقاربني سنا لألعب معه يبقى اليوم اللي وراه مامته قالت له عمك فرح كثير بالزيارة اللي رحناها دي لأنه عايش لوحده فكثير جدا بيبقى زقان وحاسس بالوحدة فهم لما بيروحوا يعني بيخففوا عنه الوحدة دي وبيونسوا فعمر بيقول لها يا ريتني كنت رحت معاكو لأنه زي ما قلنا هو زهق من القعدة لوحده بس بيقول لها برضو بس أنا بحيث بالملل من الزيارات دي لأنه مفيش أطفال من سني بعد ألعب معهم في اليوم التالي اقترحت الأم أن يفكر عمر في لعبة مسلية يلعبها مع أقربائه أثناء الزيارة وعجب عمر بالفكرة وقرر أن ينفذها وتخيل كيف سيدخل السرور على أقربائه ويسعد بالزيارة يبقى مامة عمر بعد كده اقترحت عليه أنه يفكر في لعبة يلعبها مع أريبو وهم في الزيارة عمر عجبته الفكرة وقرر ينفذها وقعد يفكر إزاي يخلي أريبو اللي هو عمه ده يعني مبسوطين فياخد سواب علشان وصل رحمه وفي نفس الوقت إزاي يبقى مبسوط بالزيارة اللي رايحها لعمه دي في الزيارة التالية كان عمر أول من يقف بالباب استعدادا لزيارة عمه ومعه لعباته الجديدة يبقى عمر المرة اللي وراها بقى كان خلاص جاهز اللعبة بتاعته وراح لعمه معاه اللعبة الجديدة فكده هو وصل الرحم بتاعه وخد سوابه في نفس الوقت برضو بيلعبه مبسوط طب إحنا ليه بنصل الرحم عشان ربنا أمرنا بكده أمرنا بكده في القرآن وأمرنا بكده برضو في أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحاديث دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه يعني لو أنت بتؤمن بربنا وباليوم الآخر اللي هو يوم القيامة اللي إحنا هنتحاسب فيه والناس هتدخل الجنة وناس هتدخلوا النار يبقى اللي بيؤمن بالحاجات دي يصل رحمه فأنت لما تصل رحمك ربنا هتجاوز عن سيئاتك وهيدخلك الجنة إن شاء الله متفق عليه قلنا متفق عليه يعني الحديث ده موجود في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري بمعنى إنه فعلا الرسول قال كده واللفز ده للبخاري يعني النص ده الكلام اللي مكتوب هتلاقوه في صحيح البخاري واليوم الآخر زي ما قلنا هو يوم القيامة كده إحنا خلصنا الفصل الثاني سعر وشخصيات وإن شاء الله من الدرس الجاي هنبدأ في الفصل الثالث بعنوان العبادات